إن الله بالعليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتقبقوا الشيطان من المسك ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار كن فيها قالدون يمحق الله وحرم الربا ويربي الصدقات والله لا يعب كل كفار أثير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تدتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو رصة فنظرة إلى مجسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نس ما كسبت وهم لا يغلقون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بذين إلى أجل إلى أجل سم من تكتبوا وليكتب بينكم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بذين إلى أجل سم من تكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعجل وليكتب بينكم كاتبوا ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتبه وليمنه الذي عليه الحق وليكتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن له فليمن الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فوجلوا ومراتان ممن تغضون من الشهداء أن تضل إحداؤما فتذكر إحداؤما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما ضعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا أولئك ذلك مقصت عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاظرة إلا أن تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضاركاته ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسركم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله الله بكل شيء عليم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذامت أزواجهم وإن كنتم على زفر ولم تجدوا كاتبا فريان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته ولدتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يختمها فإنه آفر قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض أرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بإلا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أمن كل آمن بالله وملائك وكتبه ورسله وكتبه ورسله كل آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا قفرانك ربنا وإليك المصير قفرانك ربنا لا يكلف الله نفثا إلا وصعا لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صورة آل عموان مدنية بسم الله الرحمن الرحيم أنف لا ممين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفوقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذنفقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأغهام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الأكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرهم تشابهات فأما الذين فأما الذين في قلوبهم فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أول الألباب ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ عديتنا وأب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا غيب فيك إن الله لا يخلق الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذه الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المياد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العلم الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار